ورجعنا لحضراتكم تاني وبنكمل فقراتنا التانية مع ضدنا اللي مشرفنا المهندس عيسى مصطفى عيسى صاحب مصنع الغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأليوبية أهلا وسهلا بحضرتك مشرفنا باش مهندس أهلا وسهلا بحضرتك وكل سنة طيبين وحضرتك طيب وفخير يا رب ربناك احنا طبعا شوفنا التقرير اللي فات والتقرير دوت كان من مصانع شجر خيمة هنقول بس في البداية ان احنا بنتكلم عن توجهات السيد الرئيس عفتاح السيسي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والاستعانة كمان بخبرات كبرى الشركات العالمية لتطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام لإعادة القطن المصري طويلة تيلة إلى صابق عهده عشان يكون متربع على الأقطان العالمية ده بيأكد إصرار الدولة على تعميق المنتج المحلي والقضاء على البطالة طيب هنلاقي الكلام دوت اللي بيقصد بالرئيس طيب المفروض نعمل ايه مفروض يكون فيه تعاون قطاعات الدولة مع أصحاب المصانع اللي احنا بنشوفه من النهاردة دي مصانع الغزل والنسيج ودوة اللي احنا خلينا أو الرئيس عايز ان هو يكون الإصرار بمصالحهم من أجل الارتقاء بالصناعة المهمة دي طيب لما نيجي نلاقي الناس دي بتتكلم وبيستغيثوا بالرئيس لما نلاقيهم مصانعهم بيبتدوا يقفلوها ولما نبص لمراحل الصناعة دي مراحلها كتير جدا دي انا عايز اقول لحضركم احنا نزلنا لقينا ان كل مكنة بتطلع نوع واحد من القماش احنا عندنا كم نوع في مصر طيب لما يكون مكنة 800 ألف جنيه مانمية برا من مصنع لما يكون في حاجة اسمها مشرحة بيكسروا فيها المكنة ولما يكون منطقة زي شبرة الخيمة وابتدت ان هي تبقى منطقة سكنية مش صناعية للأسف ده كلام الناس اللي كان موجوده ده الحل على ارض الواقع طيب هنتكلم في ايه بنتكلم ان الدولة مش كلها هي اللي عايزة كده لا بالعكس ده سيادة الرئيس مهتم بالغزل والنسيج ومهتم بالصناعة وبيناشد ده وزير الزراعة مهتم بزراعة القرن وزير التجارة والصناعة مهتم ان هو يقعد مع مستثمرين كنديين ويبتدي يناشد بالزراعة وبالصناعة ويصدر كمان بره طيب ازاي احنا كل ده تطفرة كبيرة وازاي الشركة القبضة بتبتدي تدمج شركتها من تلاتة وتلاتين لتسعة لاربعة وبيتقول كمان ان هي تخليهم شركة واحدة طيب اصحاب المصانع لازم نعود معاهم عشان كده اتضفنا بسنا البشمهندس عيسى وهو كمان عنده حلول المشكلة دي تهيكلمنا عنها النهاردة بما انه صاحب مصنع قديم جدا موجود من فترة طويلة في شبرة الخيمة وبيخسر لحد الان وقاعد عشان هو بيحب البلد دي وبيحب الصناعة دي وهيكلمنا عن حلولها بما انه هو عضو مجلس ادارة غرفة الصناعية بالقاليوبين شرفتنا بشمهندس عيسى ونحب بقى حضرتك تعرف جمهورنا بحضرتك الاول وتعرفنا بمصنع حضرتك وتكلمنا عن الحلول اللي ممكن احنا ندام الاول انا عيسى من صفا عيسى صاحب مصنع نسيج وعدو مجلس ادارة غرفة صناعة الغازل والنسيج بجمهورية مصر العربية عدو مجلس ادارة جمعية شبرة الخيمة للغازل والنسيج عدو مجلس ادارة جمعية العامة للغازل والنسيج بالقاهرة الموضوع اساسا فخامة الرئيس بقى مانة جهد وملحوظ ومشكور وتوجهات واحنا كل يوم بنشوف في ظل اللي موجود كله لا مهتم مهتم بصناعة الغازل والنسيج بس هو في حاجة صغيرة عايزين نقولها هو سيادته مهتم ان القطن المصري يرجع ياخد ويقف على رجله زي ما كان في عهده القديم لان احنا كنا رقب واحد في العالم والبورصة العالمية عندنا في اسكندرية وكنا بالنسبة للقطن ده يعني مثلا كنا سنة 65 بنزرع 2 مليون و300 ألف فدان وكنا ساعتها 15 ألف نسم أو حاجات بسيطة تزيد يعني النهاردة احنا 100 مليون بنزرع 300 ألف فدان فرق شاسع فرق جبير احنا كنا بنغزل عالم يعني كان الكلام ده طب النهاردة انت بتتكلمه في القطن هو انت عابل ما تزرع وتجيب مساحة أرض لان انت هتاخد من وزير الزراعة عايز تجيب الكم ده كله حيبق على حساب منتج تاني واخد وقت طب احنا دلوقتي اه لازم نمشي في الطريق ده وما قدمناش حل اللي نمشي فيه بس المصارع اللي شغالة واللي انت شفتيها دي والناس اللي بتقن دي والمصانع والشركات القطاع العابل اللي قفلت يعني انا كنت في الاليوبية في شوبرا الخيمة بس كان عندي صروح صناعية شركة اسكو القهارة السبع والتجهيز القهارة المنسوجات الحرارية الجوت والوتيكس مش هكلمك على بقية صناعات تانية زي الإزاز يعني فيه احنا اخر 20 سنة كان فيه فعل فعل ان الشركات دي تتقفل طب القطاع العام قفل القطاع الخاص معظمه قفل فيه ناس كتير زي حالتي موجودين وفيه ناس غلابة يعني انا بشوف بعناي يعني طب الحل معاهم ايه دول بالضبط احنا عايزين نشوف ايه التطور وايه اللي احنا ممكن نطلع بيه اه انتوا ببص لزراعة القطن لا الموضوع الموضوع دلوقتي ما بقاش كده الموضوع ان فيه قرارات اتخذت من سنة 2002 ومن سنة 1994 عشان موضوع القطن خلاص وقفت القطن طب القرارات اللي اتعملت ورئيس الوزارة خدها القرار رقم 1635 لألفين واثنين اللي هو بيقول السماحة المؤقت وعمل فيه حاجات يعني محدش تصدقها يعني انت بتقول للبضاعة تيجي تقعد عند سنتين تقعد عند سنتين تأمل ايه يعني انت وبعاهم تديله الحق بكده انه يقعد انا ما بقولش برضو عشان الناس تغلى لان انا مسؤول ما بقولش كل الناس كده ولا كل الناس بتشتغل مثلا لا فيه مستوردين مية مية زملاتنا وحبابنا وفيه مصدرين عشرة على عشرة كويسين وبيطلبوا بحققهم برضو اللي هو رد الدعم بتاعهم يعني ان دلوقتي عشان بيجي استورد وماش استورده يقعد عندي سنتين اه القانون هو اداله كده رئيس الوزارات ده كده لان هو فيه نخبة كتأي مع الشغلانة على كده عبارة بقى عن المصدرين على المستوردين على الاتحاد الصناعات حاجات كده بتعرفيش ايه انا بستورد القماش ده اعمل بيه ايه؟ هو مفروض ان انت بتستورد القماش ده عشان تفصله وترجعه تاني ده الموضوع اللي هو ايه السماح المؤقت اللي انت بتسمح له ينزل من غير ورق من غير ضرايب من غير حاجة عشان ترده تاني نمر واحد العب في الشغلانة دي انت الحاجة دي وهجاية من المينة عشان تزبطها يجب تحطها في مينة واحدة بس يعني تقول اسكندرية تقول السخنة تقول دميات عشان يبقى عليها كنتورور جامد طيب انت البضاعة دي وهجاي من بره مين اللي بيستلمها؟ هتقول لي بقى البخلص ولا صاحب البضاعة ولا الراجل بتاع الحكومة لا مش مفروض كده فيه لازم الرقابة الصناعية ولازم ناس معروف عارفة يعني القماش دا يعني مواصفته بتبتبقى ازاي استلمه وانا برده تاني برضو هو دا ولا مش هو انما انا ما عنديش الكلام دا انا بستلم او من اللي بستلم؟ طيب انا دلوقتي عشان اقفل التوصيات بتاعتي عشان وقت البرنامج وعشان ندي برضو فكرة للمسؤولين ان هم يتعاونوا مع حضراتكم ازاي عشان الوضع اللي احنا شايفينه دا وضع مؤسس احنا عايزين الزراعة حضرتك قلتلنا قبل اللقاء الزراعة دا مجال طويل هو فيه عدة قرارات حضرتك لو طلعت يعني ازاي انت بتديني بتقولي القماش اللي جاي دا فيه نسبة هالك خمسة وخمسين في المية مين يقول كده وبعاها عنده في اللايحة بتدينه كده يعني انا عشان افصل متر قماش افصل عشرة متر قرب منهم خمسة متر ونص ازاي يعني وتقولي هو كده نسبة هالك لازم الكلام دا يتراجع لازم الكلام دا يتشوف تتحط ازاي وامتا وفيش حاجة اسمها لايحة بيضة دا يخش مايتفتش طيب مشاكل المصانع اللي احنا شفناها دي دي مشاكلها في واحد اتنين تلاتة تكون ايه مشاكلها ان انا عايز المصانع دي احدى يعني عشان تقدر تواكب وتشتغل اما بتنتج المتر يطلع عالي شوية اما يطلع عالي شوية واللي جاي من بره معاليش اي عباء فهيبقى ومعدين خدي بالحضرتك كل اللي جاي من بره دا تسعين في المية منه بلوسترات مفيش حاجة اسمها قطن مفيش الكلام دا انا عايز الدولة تخلي بالها من الباب دا لانه هو دا اكتر حاجة تعبى المنتج المصري لان انا مش بقولك انت دلوقتي عاومت الجينية غلت الحاجة ماشي انت النهار دا الكهرباء برضو ماشي انا مش عايز الدولة تقصد في حاجة بس عشان كمان تحافظي وتحاميني من المنتج اللي جاي من بره المدعم اللي جاي على انه جاي تفصل ويمشي ويتهرف في البلد صاحب المصنع اللي حضرتك فينهم بتعانوا من ايه تاني ما احنا بنعاني ان انا مش قادر السوق مسروق مني السوق نفسه مسروق من المصر دي نقطة انما فيه في التقرير اللي احنا شفناه كان فيه صاحب مصنع قفل بقاله ست سنين بيقول لك عشان الدرائب عشان المية عشان الحجات الكثيرة هل دي مشاكل انتوا بتقبلوها ولا لا دا الحق اللي تدي لصحابه احنا الدولة اتجهت دلوقتي الناس اللي هي متعسرة في بنوك حلولها وانا عرف ناس كتير حلولها الكلام دا كذلك في التأمنات يعني لانيه بقى لان الحاجات انت بيبقى عليك عشرة تلاف جنيه تأمنات مش قادر تدفعهم بتيجي وصلوا لسجومية وتجومية ألف خلاص ما فيش النهاردة فيه قرارات لا ترجع تدفع العشرة تلاف وبتدي من الاول لازم الناس دي تيجي تقابلنا ونقعد وسيادة الرئيس وجميع الوزارات مديين ان الحاجات دي تتحل هتحل انما المشكلة يعني دي اللي عنده مشكلة انه هو قفل وعليه كذا كذا انما الناس اللي عايزة تشتغل عايزة تحوش عنها اللي جاي من برا اقفل باب دا شوية عشان الناس تشتغل فيه قرارات كتيرة لو اتخدت سهلة انما انها هستنى من مزرعة القطن واجن واعمل مراحل كبير انما فيه تلات اربع قرارات خمس قرارات ههم خدهم هتلاقي الصبح فيه نفس الناس دي هتتنفس انما انت هتستنى ايه تاني لما تزرع وتلع من عندك مش عينفل ثانيا فيه القطن اللي احنا بنتكلم احنا لازم نزرع القطن اللي المصانع عايزاه القطن اللي المصانع عايزاه عندنا 98% منه عايزينه قصير التيلة ومتوسط التيلة مش عايزين طويلة التيلة انا بقولش الدولة بتزرعه بس دا اللي بشغل مصانعنا خش على اي بيت او اي منتج هتلاقيه من قصير التيلة او طويلة التيلة انت ببص على دا المطلوب على مستوى العالم من طويلة التيلة حوالي 3% من جملة انتاج العالم من القطن يبقى انت ما بتنتج طن انت عايز 3 طن بس وعشان كده بالناشد ان المسئولين يبتدوا يعودوا مع اصحاب المصانع عشان نعرف احتياجاتكم ايه ويبتدي خارجة الدولة هو دا اللي باخدوا اللي باخدوا جدا جدا على يعني سيادة الرئيس مشكورا وبيحل انت طيب انتوا ليه ما بتعودوش هو فيه مين الاب الشارعي بتاع الشغلانة دي اصحاب المصانع الغرفة اللي بتمثلهم الناس اللي بيمثلوها انت مهما عدت مع مع احترامي للوزراء واي حد تاني لا انا اللي انقل لك وجعت ويقول لك فيه ايه عند وجاني فعجلة شديدة جدا هاخد رأي حضرتك في المحالج المتطورة الجديدة وهاخد رأيك كمان ان في خلال شهر ديسمبر الماضي تراجعت ورادات مصر بنسبة 18% من منتجات الجلود والاحذية والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والملابس والمنتجات الكيموائية والاسمدة والاساس التراجع في الوردات دي دي بتحسن ولا بتبسط في سماعة المنتجات والملابس ولا لا بص حضرتك لازم تبقي عارفة حاجة التراجع احدى الناس النهاردة اللي عيشة غالية والدنيا غالية كل اللي كاد بيصرف قوي بيلم دلوقتي لان الدنيا اللي حيدي دروس ولا هيقبل يعني معظم التراجع تراجع يعني شديد بسبب الحالة المعاشية اللي الناس عايشاها وده وده ولازم نرجع لبقى كده ونبقى لازم مش مستهلكين على طول احنا عايزين نزرع في بلدنا نصنع في بلدنا ومش ده احنا اولا ميت مليون عارف يعني ايه ميت مليون دول ميت مليون دول ده هم عاملوا لأوروبا سوق على خمسمائة مليون طب احنا مصر الواحدة ميت مليون طب تصور الميت مليون دول انا بقول لأي مسؤول شوف الميت مليون دول يعوزوا كم متر يعوز كل واحد كم متر ما بيعوزش قال لي من خمسين ستين متر حسب الاحتياجات العالمية ده ونسبة الفقر كمان طب شوف الميت مليون يبقى انت عايز كم مليار متر بتنتجهم شوف عندك في بلدك كم مكانة طب الباقي ده جاي منين هتلاقي في حاجات مصربة كتير جدا لما الدولة تاخد بالها منها الدنيا هتمشي وبالتالي برضو المصانع تشتغل تاني فتقدروا ان انتو توفظ من البلد دي مش هتقوب قال لي بالصناعة والزراعة لازم تاكل من جريك وزرعك وصناعتك